طبعاً فصل الشتاء فصل الفيروسات معروفة يعني وكل الناس دايما بتبقى عاملة حسابها إنها تاخد بالها قد ما تقدر فصل اللي لازم نرفع فيه شعار الوقاية أولاً وأخيراً يمكن من الفيروسات الخطيرة اللي بتصيب الأطفال في الشتاء فيروس الروتا، فيروس بينتشر على الأطفال الرضع وحديثي الولادة هو عبارة عن التهاب قوي وشديد في المعدة والأمعاء بيحتاج استشارة وزيارة فورية للطبيب فعلاً مننا، علشان كده إحنا النهاردة مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر هنقدم رشدة وقاية فيها مجموعة من المعلومات علشان الأمهات تتجنب أي مخاطر من فيروس الروتا على الأطفال بنرحب بالدكتورة شايماء طلال، استشارة طب الأطفال بالأصر العيني من ورانا في استوديو صباح الخير مصر أهلاً صباح الخير صباح الخير حضرتك، كل سنة طيبة وإن طيبين، هابي نيو يير كل سنة ناسية طيبة دكتور نعرف كده في البداية إيه هو فيروس الروتا؟ فيروس الروتا هو يعني من أخطر الفيروسات اللي ممكن تصيب الأطفال فيروس الروتا أكتر سن بيصيبه تحت الخمس سنوات بس هو بيجي في أي سن يعني ممكن يجي في الكبار كمان، مش لازم يكون أطفال بس فكرة إنه هو خطر بيتيجي من حتة إن الطفل بيتصفى within hours يعني في خلال ساعات بيحصل تصفية جسدية فدي خطورته مش زي أي نازلة معوية هو طبعاً مرض يسبب قاتل وإلا ما كانش يتعمله فاكسين، تطعيم فأي حاجة اخترع لها تطعيم معناها إنها حاجة خطر جدا فيحنا عندنا الفيروس ده مشكلته الوحيدة إنه هو بيصفي الطفل مساحة سطح جسمه قليلة جدا وبالتالي إيه كمية الفلودز أو السواقل اللي موجودة فيه بسيطة مع طبعاً إن السن اللي إحنا بنقول عليه من زيرو دي لحد خمس سنات سن مقرف جداً في الأكل أساساً متهب لبابا ومامته يعني هو بيكلش غير بالعافية فكمان لما يجي له حاجة زي كده تخلص عليه دي بتبقى بعد شر يعني مشكلة بالنسبة له كبيرة كمان إيه اللي خلانا نرجع نتكلم عن الروتا تاني زمان كنا نتكلم عن الروتا بفترة كده مش عارفة بقى إحنا نرجع نتكلم عنه عشان رجع ينتشر ولا أنا أولادي كبره فبقتش مركزة مع الروتا مش عارفة إيه الحكاية لا هو مرجعش والحاجة بصي هقولك هو كان زمان قوي قوي قبل ما يعني نقدر نقول السوشيال ميديا تتكلم في الموضوع كان بييجي وكان للأسف ما كانش موضوع الفكسين أو التطعيم موجود فكان الأطفال بتتوفى في المستشفيات حالياً دلوقتي مع السوشيال ميديا كله بقى ظاهر كل المعلومات ظاهرة كل الدكاترة بتتكلم الأمهات دلوقتي على الجروبس بتاع الماميز بيتكلموا لا ده ابني جاله كذا ده مش عارفة إيه وطبعاً لأغلبية العظمة ابني دخل المستشفى يعني هو نادر ما بيتعالج في البيت للأسف طب نعرف من حضرتك أسباب الإصابة بفيروس الروتا وأهم الأعراض اللي بتظهر لتخلي الأم تتخض أو تقلق إنه في حاجة غلط تمام هو أولاً خلينا نقول إنه هو مش في الشتا بس هو في حاجة غلط السنة دي هو جاي في الشتا دي هو مش شتوي هو في تغيير الفصول بيبتدي ينشط النقطة التانية إزاي ممكن طفل الرضيع مثلاً يجيله روتا طب يجيله روتا ليه هو بيأكل حاجة هو مين اللي بينتقل عن طريق الطعام الملوس أو عن طريق حد تعبان أو عن طريق إفرازات الجسم البراز اللعاب الكلام ده الطفل الرضيع لما يبقوا فرحانين بيه فيبسوه بالزيت البوس بتاع البق بتحصل عندي كارسة لو حد مصاب أو حامل للفيروس بيجيله فدي طبعاً بتبقى مصيب عشان كده كلنا بنولول على حتة إن الطفل الرضيع ما يبسش من بق دي نقطة عشان الروتا وعشان النفس وعشان كورونا وعشان ما يطلعلوش عشان كل حاجة عشان كل حاجة يعني يمكن الروتا البوس البق اللي الرضيع بالزيت الروتا أبسط حاجة في الموضوع فيه بلاوي تانية سود فموضوع إن الطفل الرضيع بس من بقه ده يعني دي قصة تانية الوحد دي دي يعني من المحرمات المفروض يعني أكيد أكيد طيب دكتورة الروتا معدية وإحنا عارفين إنها معدية ربنا يبعد لو حد فرض في البيت عنده جاله فيروس الروتا وكانت الحالة إن شاء الله خفيفة شوية وما استدعتش إنها تدخل مستشفى كيف يتم التعامل مع الشخص المصاب بالروتا استخدام بقى التولات يبقى إزاي استخدام أدوات الأكل والشرب إزاي النفس يبقى عامل إزاي؟ تعيز الفقد الوحدة ولا يعمل إيه؟ هدوم وتتغسل واحدة ولا لأ؟ كل التفاصيل تبقى حركوا لي هو خلينا في الأول نتفق على إن الطفل الفيروس بيخش جسمه وعلى ما يبتدي يتكاثر في خلايا الجسم أو في الجهاز الهضمي بياخد من يوم لتلات أيام بعد التلات أيام دي أو ودين التلات أيام دول تبتدي الأعراض تظهر عندي طب الأعراض بالزبط الأعراض عندي إسهال وترجيع دول المين بتاعي إسهال ممكن يوصل معاك 15-20 مرة في اليوم والترجيع نفس الموضوع عشان كده قلنا إن دي تصفية جسدية أنا بسميها تصفية وفي خلال وقته صغير جدا طيب المفروض الأم تاخد بالها من إيه؟ أولاً دلوقتي بقت طريقة إن أنا أوقفت ترجيع كل الأمهات الصغيرين والكبار بقوا بروفاشنال بالحاجات اللي موجودة إزاي قدر تعمل مع الترجيع إمتى المفروض الدكتور يتدخل يعني هي دلوقتي كل الأمهات بتعرف تزبط أمورها إمتى بتلجأ تروح للدكتور أنا استخدمت الأدوية بتاعت الترجيع وما فيش أي كنترول خلاص out of control دي أول حاجة حاجة تانية طب والإسهال الإسهال برضو بيعدي عدد كبير جدا طب أنا زي ما فيه كم يوم يا دكتور يعني مثلا لو أنا استخدمت الأدوية دي وما جابتش نتيجة بعد كم يوم أبتدي ألأ وأقول لا ده ممكن تبقى حاجة غير هو إشهال طبيعي هو من أحد الحاجات اللي هتحرك الأم علامات الجفاف الجفاف إيه علامات الجفاف سواء كان طفل رضيع أو سواء كان طفل كبير واحد رقم واحد بأكد عليها دايما الأمهات البول الطفل كان بيخش أربع خمس سبع مرات في اليوم النهاردة ما عملش خالص ولو طفل رضيع بيبان في البامبرز بتاعه إذا كان هو مليان ولا لا تقولك ده ناشف بقاله لتناشر ساعة فدي أول علامة بتفرحش بقى وتقول ده مستعد طبعا ما فيش أصلهية موضوع إنها تروح للدكتور دي ده ديسجن ولازم يبقى سريع ما فيهوش إن هي هتقعد تفتي بأدوية في البيت حاجة تانية أنا دايما عندي في النازلات المعوية في العموم حاجة اسمها إمبوت وأوتبوت يعني فيه خارج كبير قوي من الجسم أنا لازم أعوض أمهات كتيرة جدا بتعمل إيه أول ما الطفل يرجع ويسهل تمنع المية كارثة كارثة أمهال إنت تطلعت من الجسم فين اللي عوضتوا أو دخلتوا فدي مصيبة فيه طبعا أمهات زكاية جدا أول ما تلاقي الكلام ده تروحها هتول جارية شارية محلول الجفاف وهو ده طبعا العلاج الأول للروتا الروتا لا بتتعالج بمضاد فيروسات ولا بمضادات حيوية ولا بأي حاجة من الكلام ده هي ملهاش علاج من الاخر علاجها تعويض السوائل والأملاح المفقودة في الجسم طيب لو عندنا طفل رضيع والأم لسه كمان ده أول طفل لي فهوما الاتنين بيجربوا مع بعض وبيشوفوا حيعملوا إيه الأم لحظت أن الطفل بيرجع تعرف منين أنه هو ده بواد الروتا ولا ارتجاع لسه بيرضع جديد لسه مش عارف الطفل وهو بيشرب اللبن أو بيرضع يعني مش عارف يتحكم في نفسه تعرف منين لو السن أكبر شوية أنه فيه نازلة معوية بسيطة كده من اللي بتعدي ولا الموضوع كبير وروتا ومحتاج علاج أكبر هجاوب لك على الشق الأولين عشان ده مهم قوي أي طفل رضيع وذين أو خلال أول ست شهور ما ينفعش هفتي فيه في أي حيجة حتى لو عنده حرارة 38 بس ده يعني دي الترجيع في السن ده إذ أرد فلاج أو علامات خطر طيب يعني يعرف منين أنه ترجيع وارتجاع وده أصلا سؤال في كلية الطب للطلبة نعرف منين ده ترجيع أو ارتجاع الارتجاع معناه أنه بعد كل رضعة يخرج اللبن كما دخل زي ما هو لكن الترجيع احنا بنقول عليه فورصد يعني بالمنظر ده الترجيع بيكون معاه أو المرض هزال شديد طفل خلاص بيبتدي نشاطه يقل بيبتدي يركن كده زي ما بيقول بحس كده أنه فيه بقى مشكلة كبيرة كده بقى خلاص أنه هو صمام بتاع المعدة مش بيرجع اللبن بس تمام الروتا فيروس ليه تطعيم آه بالضبط وإزاي الطعم أو طعم طفلي بالفاكسين اللي هو ضد الروتا في أماكن معينة للتطعيم إمتى يبتدي أطعم الأطفال ضد الروتا تمام طبعا طفرة في التطعيمات أو أنا بسميه ملك التطعيمات هو الروتا فيروس الروتا فيروس بالضبط ده أهم تطعيم على الإطلاق التطعيم الروتا بيبتدي من أول خمسة وأربعين يوم ما فيهوش هزار أنا حتى بقول للأمهات اللي حيتابع معايا ياخده المشاتخة دي ما تجليش لأن أنا هعاني بعد كده معايا وهي هتعاني ودلوقتي لو أنا مش عايز أدفع تمنه حاليا أنا هدفع تمنه أضعاف مضعفة في المستشفى لو تصاب لقدر الله بيه يبقى الصح أن أنا تديه واشتري دماغ بعد خمسة وأربعين يوم خمسة وأربعين يوم وإذا ما لحقهوش أو الأم ما عندهش فكرة أو ما تعرفوش نيجي على سن الشهرين ياخد تطعيم الأساسي في الوحدات الصحية وبعد أربع تشر يوم ممكن ياخد تطعيم الروتا لكن هو ليه تايم لمت بعد تمن شهور خلاص شكرا رح على الطفل التطعيمات الأكستراز أو التطعيمات الإضافية اللي بتبقى غير التطعيمات الأساسية الملزمة أو الملزمة من قبل وزارة الصحة الأمهات بتبقى دايما حيرانة أطاع عام قبل ولا أطاع عام بعد لو جه معدد تطعيم مع تطعيم من التطعيمات الأساسية التطعيم فيه رولز معينة كلنا مشين بيها التطعيم نفس الساشة نفس اليوم بتاع تطعيم الصحة الوحدة الصحية الأساسي يا إما قبليها بأربعة عشر يوم يا إما بعديها بأربعة عشر يوم دي القاعدة بتاع التطعيمات الفكرة هنا إن الموضوع في نفس اليوم شكتين حقنا على طفل صغير عام هو لا هي الدنيا كلها ماشي كده دلوقتي حالياً بره كله ماشي بإنه كله في وان سيشن وبنخلص هو تعب بتعب وبهدلة وبهدلة مشوار واحد بقى نخلص في سؤال حيثك سألته لي التطعيم ده فين في طبعاً المصل واللقاح حقيقة المصل واللقاحي المنظمة الرسمية لتطعيمات الإضافية وده حالياً الدكاترة في العيدات الخاصة بتقدمه وبعض المستشفيات الخاصة برضو بتقدم طبع عشان نوضح برضو المعلومة دي للسادة المشاهدين توقيت التطعيم حضرتك قلت لما يبقى عنده 45 يوم يوم يبتش لازم الأم تتوجه يعني ده الأفضل ده الأيديال طبعاً كل ما تعمل وقايا بدري 45 يوم ولو عدى 45 يوم ما مدتش لابنها أو طفلها تطعيم الروتا إمتى المعادل اللي بعده؟ المعادل اللي بعده زي ما قلنا يا إما بعد تطعيم الصحة بأسبوعين كحد أدنى أو على الأقل يعني ممكن ياخده في ثلاثة ممكن في ثلاثة ونص حد أقصى أربعة مفيش مشكلة لكن قبل تمانية لازم يكون كل الجرعات باتخذها قبل ثمان شهور فيه نقطة بقية لازم أقولها لكم مهمة جداً التطعيم لا يمنع المرض الناس فاكرة أنه أنا هاخد تطعيم بالشيء الفلاني وابني مش هيجيله المرضة فيش الكلام ده أنا بقول للأب والأم تحتاخد التطعيم بس ابنك هيتعب إيه ده؟ هو أنا بعد كل دوت ابني هيتعب؟ أه ابنك هيتعب بس تعب عن تعب يفرق أنت تعبك هنا هيبقى أنت شخصياً هتعرف تعالجه في البيت من غير ما تلجأ لي أول لو استشرتني في التليفون هقولك خد كذا ابنك هيتحس فيه فرق لما ابنك تصفى خلال ساعات وتحجز في مستشفى واتخذ منك فأنا حبيت أنبه على النقطة دي ربنا نسلم في الحالتين الأمهات دايماً بتبقى عارفة يا دكتورة وكده مقسمة في صوص الفصول السنة بأعراض الأمراض بتاعت الأطفال بتاعت كل فصل يعني عارفة عايزة أقولك إن في شهر 10 و 11 و 12 ده بتبقى دايماً كل الناس اللي في المدرس كل الدور البرد عمالي يسلم بعض هو الأمهات بتكره فصل الشتاء وبكره 11 و 12 وحط جنب الأمهات إدى كترة إحنا حرفين بنكره 11 و 12 برد من اللي بتشاف فيه كتير حالات كتيرة بتجي لا كتير وبعدين يعني التطور سريع جداً إن الحالة استغفر الله العظيم يعني هو جيلك ببرد مفيش كام ساعتين بالزبط 40 وبينهج هو ده اللي شائع فعلاً يومين دول فيه قلق كده هشعرف اللي بيحصل بالزبط بس هو ده اللي بيحصل عمماً كل سنة عشان ما نعودش نخاوه في الناس بردو هو كل سنة من الالتهاب الفيروسي المخلوي والفيروس عملاً ينوع في نفسه كده ويزبط في نفسه بيزبطنا معاه يعني بيحور علينا بيحور 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 ده دكتورنا عايزة أسأل حضرتك الوقاية إزاي يعني زي ما مني قالت الفترة دي فترة الأطفال كلها بيجيلها يعني فيروسات كتيرة وأمراض معضية كتيرة أنا هنا كدوري كأم وكأب إيه الوقاية اللي ممكن أعملها أحلى سؤال ده أحلى سؤال نقسم الوقاية للمراحل العمرية سريعاً من زيرو من زيرو داي لحد سنة ده أهم حاجة ليه في الوقاية بلاش الزيارات المتكررة في الزيارات نسأل الناس اللي هحلهم فيه طفل تعبان ولا لأ مش عيب لازم أعندنا الثقافة دية ممنوع بوس الطفل مبقوا ولا وشه أصلاً رجليه زي الفل ما فيش مشكلة الرضاعة الطبيعية أهم ده ومناعة للطفل في السن ده مش الأكل نيجي من بعد السنة لحد فوق الاهتمام بالتغذية الجيدة جداً خضار وفاكه وشور بماية باستمرار اللي هي نص الأطفال في مصر ما قطعين الماية في الشتاء صحيح تمام فده نقطة مهمة بعد كده نفكر في أدوية المناعة والفيتامينات مفيش مشكلة بس الأكل أولاً ثانياً لما يكون فيه طفل تعبان يبقى الأمهات معلش ما ننزلش الطفل ده المدرسة فأنا بترجاهم بتوسل ليهم مفيش نزول مدرسة عشان هو أولاً يتحسن وعشان الباقي ما يتعديش ونفضل في الدايرة ذات طيب الدكتورة بتبقى عندنا الولاد الصغيرين يعني نسبياً بنبقى قادرين نقنحهم أو نسمعوا الكلام لكن الأكبر شوية بيبقى أصعب جداً في سماعان الكلام الأكبر خالص بقى اللي ممكن اللي احنا عارفين روتا ممكن يجي للكبار أصلاً آه بزبط الأعراض كل مرحلة عمرية بنتعامل معها إزاي بقى لا هو زي ما قلتلك تعويض السواء احنا تكلمنا فقرة كلها عن الصغيرين خالص آه كبار نعم معروف زي ما قلتلك برضو في نقطة عايزة أنبه لها هو مفوض بعد الإصابة الطفل ما يتعاملش يعني ما ينزلش إلى بعد عشر أيام عشان بيفضل معضي عشر أيام عشر أيام آه طبعاً هم ننزل تاني يوم على طوش آه طبعاً معروف لا المفوض عشر أيام ودي جايد لاينز في كل دول العالم الطفل اللي جاله الروتا المفوض يقعد عشر أيام في بيته حتى لو ما عندوش أعراض وبعد كده ينزل يتعامل براحة الهيجين بقى في البيت هنبقى عاملين إزاي الهيجين في البيت إن الطفل طبعاً مصاب بالذات لو راضيحنا مناخد بالنا لأن الأم بتغير البامبرز فممكن لقدر الله البراز أو البول يبقى في إيديها لو هي ما بتغسلش إيديها كويس دي حتى تبقى مشكلة الحاجة التانية بالنسبة للكبار شوية ما فيش مشكلة لو عودناهم كل ساعتين تلاتة إن احنا نغسل إيدينا الموضوع ده مهم جداً في كل الأمراض مش في الروتا بس الكبير بقى نفس الكلام طبعاً هيزبط الأكل بتاعه هيعوض الأملاح والسوائل اللي فقدها أدوات الطعام معضية أدوات الطعام طبعاً ما هو باللعاب والأسطح الملوسة طب الطفل ما يصاب بالروتا ممكن يصاب ويتعالج ممكن يصاب بيها مرة تانية ولا هيبتيجي مرة واحدة لا لا ممكن أكتر منها فيه أمراض لما الطفل بيصاب بيها مثلاً زي الجدير المائي مرة واحدة والله وبرضو لكل قاعدة استثناء فيه أطفال بتصاب الجديري مرتين وثلاثة لكن لكن بالنسبة للروتا ممكن الطفل يصاب بيها من خمس لست لعشرة مرات طول حياته لكن كل إصابة بتفرق عن القابليها بيكون أخف أحدتها بتبقى أي ولأنه زي ما يكون واخد تطعيم فيه أجسام مضادة قردي قديمي زي يعني فابلنا نتعامل معاها إن شاء الله الأمور تبقى بسيطة احنا مش عايزين يعني الناس اللي بتفرج علينا مش عايزينهم يخافوا قوي يخافوا لا لا اللي نحن حسن نحن خوفناهم شوية لكن احنا بنحاول نرفع درجة الوعي وبنحاول نأكد على خطورة الأعراض ولكن ربنا يسلم التطعيم موجود ومستشفيات موجودة وكل حاجة إن شاء الله تبقى طيبة وبسيطة وفيش عندنا مشكلات فيها بإذن الله يعني دكتورة ساعدنا لوجودك معنا النهاردة نتمنى إن شاء الله إن سنة جديدة تكون أقل حدة في الفيروسات وأقل أمرض إن شاء الله بإذن الله دكتورة شايماء طلال استشاري طب الأطفال بالأصر العيني شكرا جدا لوجودك معنا شكرا لك يا دكتورة نورتينا